طيب بمناسبة التدخين بقى حضرتك حذرتنا جدا منه وقلت انه هو مصر بتسجل نسبة مخيفة ما بين الناس المدخنين هل ده ينطبق على التدخين الالكتروني وارجو ان حضرتك تقول لي اه بصد دكتور محمد احنا عندنا مشكلتين واضح انهما في مصر اكتر من الناسب العالمي السمنة بالنسبة للسيدات 45% من السيدات المصريات يصابوا بالسمنة نتيجة ظروف اجتماعية ويهملوا في علاجهم ويهملوا في علاجها الامهات يعني دايما يعني يعني يقول لك ايه الامة اخر يعني فيه اجيال كده طلعت اجيال من امهاتنا يعني ما يهتموش بصحتهم وما يهتموش بمفاصلهم ولا بقلبهم ولا حاجة يعني احنا الحقيقة بندعو بقى الابناء وبندعو الازواج ان هم هم اللي يهتموا بزوجاتهم وامهاتهم علشان خاطر الامة المصرية واضح ان عندها صفة الايثار او صفة التضحية يعني حاجة جينية بقى الله واهلم صحيح فاحنا بنتكلم على العمل الاساسي في السيدات بيبقى السمنة والسمنة ومية صاحبها بقى من امرض السكر والكوليسترول والضغط بقى كل السمنة بتعمل حاجات دي كلها بزا في الرجالة المشكلة اكتر تدخين بقى تدخين برضو خمسة واربعين في المية وحضرتك عارف ان التدخين دلوقتي بقى يعني عادة اجتماعية قبيحة جدا برق طبعا في الدول الخارجية بحيث ان هو بيخصصوا له اماكن عشان ما يزيش غير بالزبط وحنا في مصر لازلنا من تفخر في المسلسلات وفي الافلام بالتدخين لا واحنا في مصر معلش يعني ده في حضرتك العكس اللي بيحصل لان تلاقي المكان مثلا مطعم او ما الى ذلك تلاقي المكان العام هو المدخنين وغير المدخنين هم يعني وعلى فرحة في قوانين بتمنع في مصر بتمنع التدخين في الاماكن العامة ووسائل المواصلات والاماكن التعليمية المدارس ما ينفعش استاذ داخل الفصل هو بيدخ وده ينطبق على التدخين الالكتروني وده كاترة في المستشفيات بيدخن كل ده المفروض ان هو مطبق بشدة لان احنا في جماعية القلب المصرية شايفين المشكلة وبنقرأ عن المشكلة وبالتالي محتاجين ان احنا نوعي الناس في الحتة دي التدخين الالكتروني هو زي وزي التدخين قولا واحدا زي التدخين التقليل اشكر حضرتك لان الناس بتقعد يعني تفتي وتتفلسف وتقول لا هو جر الرجل للتدخين الشباب الجديد العلب الملونة ومش عارفين والروائح والحاجات دي وبالتالي هو دلوقتي كل التجارب اللي اتعمت عليه انه هو بيسبب نفس المشاكل وبيزود معدلات التدخين وبالتالي ارجو فعلا ان احنا نمتنع عنه وان الدولة تساعد على انه الحد من استهلاكه